مرة تانية برحب بحضراتكم يعني وقفنا عند نقطة في غاية الأهمية الحقيقة على خاصة لحضراتكم أنه لما تكون بتنتمي لوسيلة إعلام فئوية فالحياد هنا ممكن يبقى أو يصل إلى حد الجريمة مفهوم جدا أنك أنت تفقد حيادك مدومت بتدفع عن نادي أو عن كيان أو عن مؤسسة مدومت بتنتمي لأحدى وسائل الإعلام التبع عليها كان بقى موقع كان موبايل أبليكيشن كان قناة تلفزيونية ده شيء مفهوم جدا وأمر منطقي جدا ومش معنى الحياد أنك أنت تستغل ده عشان تصدر حالة غل أو حالة كراهية مع أي حد بي نفسك ومش معنى الحياد أنك أنت ما تنتقدش نقد موضوعي نقد بناء نقد يصلح مصار أو ياخدنا لنقطة إيجابية لكن اللي مش مفهوم أكتر بشكل كبير أنك تكون في وسيلة إعلام عامة وتبقى مواقفك دايما مش مفهومة تبقى مواقفك دايما بتفتقد للحياد والموضوعية تبقى مواقفك دايما بتستهدف كيان بعينه خصوصا لو كان الكيان ده كيان النادي الأهلي وما أدرك ما نادي الأهلي وما حجم جماهير النادي الأهلي إياكا ثم إياكا ثم إياكا الكلام ده مش موجه لحد أو لشخص بعينه أن تستفز جمهور بحجم جماهير النادي الأهلي مرة تانية براحب بيك يا باش مهندس يعني إحنا أنا طبعا ملف الإعلام ملف كبير بس مش عايزة أفرد له الحلقة كلها لكن عموما هل بتشوف أنه الإعلام بشكل عام ساهم في سوق الحالة أو سوق المناخ اللي بتعيش في السحر يا ده في مصر في اللحظة الحالية وإنت من وجهة نظرك اللي تتمنى أو اللي تتمنى تشوف وإنا بس عايز أقفل تفضل عشان الناس ما تتفهمش غالب أنا لما تعرضت الأسماء معينة أنا بدي مثل بحالة من أقبل إيه من ناس ليه انتماء معروف أيها وحجم مساحة الخلاف والتحاور الموضوعي مظبوط وضربت مثل بالسلاسي الزمالكاوي اللي بنقدر نتحاور مع بعض مظبوط لكن الزما أنت قلت لما يكون إعلام كبير مش مفروضه أنه هو يتحايز مصبوط ما تتحملش بشكل مستمر في القضايا النادي خاصة في القضايا الواضحة يعني والشخص اللي يقيل عنه وقاله أهلاوي ما يطلعش عشان مع الطيار يبني موقفه على كلام مش مؤكد فما يحصل أنه يتيقن أن الكلام اللي تحاسب عليه الكابتن سادعو الحفيز لم يكن الحقيقة ما يطلعش يقول بعد أن أثبت التحقيق يطلع يقول بعد أن ثبت تصرعي في استقراء الحقيقة هذا هو الاعتذار الذي يعني نحطه فوق دماغنا لكن أنك أنت ثبت التحقيق ما أنت ثبت التحقيق تقدر عايز تعمله الكابر يعني كابر ما هو لكن أنت قبل ما تروح للإدانة كنت لازم تسمع الكابتن سادعو الحفيز ممكن نحطه بشمهندس في إطار خطأ مهني ممكن نحطه في إطار خطأ مهني يبان في الاعتذار تصرع أعتذر كان ينبغي أن أنا أشوف التصريح بنفسي اعتمدت على الآخرين أعتذر لكن بعد أن أثبت التحقيق ده مش اعتذار ده إقرار بواقع أنت مضطر إليه فما يعني مش عايزين أن يسمي الأمور بغير مسمياتها وهذا ليس هجوما أو دفاعا هذا رضاءا لأن كفاية أن النادي الآلي عمال يتحمل الموجة عالية جدا 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 إحنا كلنا شايفين التحكيم يعمل في ماشي بيجامل مين يعني النهاردة مدرب يقول لك عايزين التحكيم العادل يا ريت تعرفت لو التحكيم عادل كان الدوري ده خلص بدري لأ من أول السنة وهنا ما بقول العادل ده معناه أنه حاج شايف أنه التحكيم كان ليه تأثير سلبي على فرص النادي الأهل في حسن البخور كل الناس كل الناس بما فيه متحاد الكرة شايف عايز يسند التحكيم أنا موافق كابتن أحمد مجاهد عايز يستخدم عناده وصلاب وجهة نظره أنا عايز أسند التحكيم برضو بس مش على حسابي ولا على حساب جميعي ده لأنا عايز أقوله بقى أنت عشان تسند التحكيمة كابتن أحمد يبقى تسنده أنك تصلحه نوم نقبل الخطأ لكن ما يحدث أنت شايف أنه خطأ الخطأ لما نفس الحكم الذي تجاهل ضربة جزاء في مطش المحلة يحتسبها بعديها بكام يوم في مباراة المقاولون بالأمس والأمس الأول الأمس أظن نفس الضربة نفس اللعبة نفس الحكم أنت تكلمت على حالة تانية إنما ده نفس الحكم بنفس اللعبة وبعدين حنقول ما شفهاش يعني كابتن أحمد مجاهد قال عندنا دلوقتي حكام كويسين وعندنا فار يصلح أي أخطاء المشكلة أن الفار ما بيصلحش بيصلح على مزاجه أو بيتغاضى أو بيتغاضى مؤثر أيوة أيوة حقيقة ما يحدث على الساحة طب ما خلينا أسألك بس الكابتن جهد جريشة شفنا كلنا الماتش بتاع سموحة شفنا كلنا إيه اللي حصل فيه وماتش الآلي والمحلة شفنا كلنا إيه اللي حصل فيه وماتش زماليكو پيرمت شفنا إيه اللي حصل فيه طب يا جماعة دي كلها حاجات فرق جون